في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زادت واردات الأسلحة إلى أوروبا خلال العام الماضي بهدف تعزيز الاستراتيجية الدفاعية بحسب تقرير معهد ستوك هولم الدولي لأبحاث السلام الشيء الهام الذي ذكره التقرير أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر على مستوى العالم من تصدير الأسلحة فالحرب في أوكرانيا عززت صادراتها حيث تمثل 40% من صادرات الأسلحة العالمية وذكر المعهد أن الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي عززت وارداتها من الأسلحة بنسبة 47% مقارنة بفترة الأعوام الخمسة السابقة لعام 2022 كما أنه يوجد سبب آخر أسهم في زيادة الواردات وهو تسارع وتيرة الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنروج من المتوقع أيضا أن تتسارع أكثر استنادا إلى الظروف الراهنة تشمل تلك الأسلحة التي تحصل عليها أوروبا أسلحة رئيسية مثل الطائرات والسفن الحربية والدبابات والمدفعية والصواريخ ومختلف منظومات الدفاع الثقيلة وفي الوقت ذاته انخفضت حصة روسيا من 22% إلى 16% بالنسبة لصادرات السلاح والسبب هو أن روسيا ستعطي الأولوية لإمداد قواتها المسلحة التي تحارب في أوكرانيا بالإضافة إلى القيود التجارية المفروضة عليها ويشير معهد ستوكولم أيضا إلى أن القيمة الإجمالية لتجارة الأسلحة العالمية تجاوزت 100 مليار دولار سنويا وأيضا لفت التقرير إلى أن الترسان النووي العالمي ستنمو على الأرجح خلال السنوات المقبلة ولم يغفل التقرير أيضا أن يذكر أن أوكرانيا أصبحت ثالث أكبر وجهة لواردات الأسلحة في العالم حيث استحوذت وحدها على 31% من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا وعلى 8% من إجمال عمليات التسليم العالمية